مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لدينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أبناء الطلاب طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية بمجال القرآن الكريم عنوان الدرس التثبت من الأخبار والإصلاح بين المؤمنين سورة الحجرات من الآية 6 إلى الآية 10 الأهداف أن يقرأ الطالب الآيات قراءة صحيحة أن يفسر الطالب معاني المفردات الواردة بالآيات أن يستخرج الطالب الأوامر والنواهية الواردة في الآيات الهدف الرابع أن يستنبط الطالب الدروس المستفادة من الآيات عزيزي الطالب عن أبي هريرت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ماذا تفهم من الحديث مبينا أثر نقل الأخبار دون وعي وتفكير أفهم أن الحضر من نقل الكلام دون تثبت مطلوب لأنه يزرع العداوة والبغضاء بين الناس بين يدي الآيات الكريمة عزيزي الطالب هذه الآيات تتناول أهمية التثبت من صحة الأخبار كي لا يظلم أحد كما تتناول أهمية الإصلاح بين المؤمنين وأن من فضل الله تعالى علينا أنه حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والمعصية الهدف الأول أن يقرأ الطالب الآيات الكريمة قراءة صحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وترى إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله فلعلكم ترحمون نأتي إلى الهدف الثاني أن يفسر الطالب معاني المفردات الواردة في الآيات كلمة فاسق خارج عن طاعة الله تعالى بنابأ بخبر فتبينوا تأكدوا وتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة خشة أن تعاقبوا أناسا لا ذنب لهم قوله لعنتم لوقعتم في المشقة الشديدة بغت اعتدت وتجاوزت الحد قوله تفيء أي ترجع وأقصطوا اعدلوا وأنصفوا نأتي إلى هذا السؤال ما معنى وأقصطوا اعدلوا وأنصفوا الهدف الثالث أن يوضح الطالب سبب النزول والأوامر والنواهي الواردة في الآيات نزلت هذه الآيات أبناء الطلاب في رجل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات من بن المستلق فلما سمعوا بمقدمه قابلوه بالصدقة فظن الرجل شرا وخاف على نفسه لعداوة قديمة بينهم فرجع دون أن يقابلهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا قتله ومنعوه الصدقة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خارد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يتثبت من الأمر ووجدهم متمسكون بالإسلام في رحاب الآيات الكريمة قوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ما الأمر الوارد في هذه الآية يأمرنا الله تعالى بالتأني وعدم العجلة في تصديق كل ما ينقل إلينا من الأخبار ولسيما إذا ورد الخبر على لسان الفاسق العاصل الله تعالى صفحة 109 عزيزي الطالب ما موقفك عند وصول خبر إليك لا تعلم مدى صحته وما الخطوات التي ستتبعها أولا عدم التصديق لهذا الخبر ثانيا الخطوات التي ستتبعها التثبت من الأخبار وعدم اتخاذ أي شيء حتى يتضح الأمر قوله تعالى وعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون أذكر نعم الله تعالى على عباده من خلال هذه الآية وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم نعمة حبب الله عز وجل إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا قره إليهم الكفر والفسوق والعصيان لذلك يجب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أطاعهم لوقعوا في الحرج والشدة لضعف رأيهم أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه حبب إلينا الإيمان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم هذه الآية تذكير للمؤمنين بأن أعطاء الله تعالى لعباده فضل وكرم فهو سبحانه عليم بمن يستحق الهداية ومن يستحق العواية وهو حكيم في أقواله وأفعاله وشرائعه وأقدانه وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين لماذا يأمرنا الله تعالى من خلال هذه الآية الكريمة يأمرنا الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا اختلفوا وتقاتلوا أنه يجب علينا أن نأكل على يد المعتدي بالقوة حتى يرجع إلى أمر الله تعالى فذلك قوله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل فأقصطوا إن الله يحب المقصطين أذكر أمرا واحدا من الأمور الواردة في الآيات أمرنا الله عز وجل بوجوب التثبت من صحة الأخبار إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ما القاعدة المهمة في هذه الآية؟ القاعدة أن الاختلاف لا يذهب رابطة الأخوة بين المؤمنين فيصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم أخوة والاختلاف لا يذهب رابطة الأخوة بينهم والقيام بالإصلاح علامة من علامات الإيمان أنه طريق لنيل رحمة الله تعالى الواسعة صبح 112 عزيزي يا الطالب رأيت شجارا بين زميلين لك في المدرسة وقام أحدهما بالاعتداء على الآخر ما الموقف الصحيح المطلوب منك حسب ما تعلمت؟ أحسنت وبرك الله فيك التدخل لوقف هذا الشجار والإصلاح بينهما؟ كذلك موقف آخر لو تشاجر ابن عم لك مع طالب آخر عندما تدخلت الإصلاح بينهما سألك البعض من المخطئ؟ هل ستقول الحق ولو كان ابن عمك مخطئا؟ نعم لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تكتم الشهادة الهدف الرابع أن يستنبط الطالب الدروس المستفادة من الآيات الكريمة من الدروس المستفادة؟ وجوب التثبت من صحة الأخبار الحرص على الأخوة بين المسلمين؟ وجوب الإصلاح بين المسلمين إذا اختلفوا؟ وجوب رضع من خالف شرع الله تعالى؟ استشعار نعمة الله تعالى علينا واستشعار فضله بالهداي نأتي إلى هذا السؤال أذكر درسا واحدا من الدروس المستفادة أنه يجب علينا أن نتثبت من صحة الأخبار نأتي إلى التقويم السؤال الأول وضح معاني المفردات الآتية لعاندتم لوقعتم في المشقة الشديدة فاسق خارج عن طاعة الله تعالى فتبينوا تأكدوا وتثبتوا بغت اعتدت وتجاوزت تفي ترجع السؤال الثاني ما سبب نزول الآية الكريمة؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنابأ فتبينوا كل نزلت في رجل بعثوه النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات من بني المصطلق فلما سمعوا بمقدمه قابلوه بالصدقة فظن الرجل شرا فخاف على نفسه لعداوة قريمة بينهم فرجع دون أن يقابلهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا قتله ومنعوه الصدقة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد وأمره أن يتثبت من الأمر علل عدم تناقل الشائعات بين الناس لأنه يخل بالأمن المادي والمعنوي للمجتمع كذلك وجوب العدل عند الإصلاح بين المسلمين لأن الله تعالى يحب العادلين لماذا أمرنا الله بالتثبت من أخبار الفاسقين لأنه يؤدي أي عدم التثبت إلى الظلم والعداوة وقاطع الأرحام السؤال الرابع فاسر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين أنه يجب علينا التثبت من أخبار الفاسقين والعياذ بالله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وجوب الإصلاح بين المؤمنين واعلموا أن فيكم رسول الله أعظيم واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم السؤال الخامس بما يأمر الله تعالى عباده في الآية الكريمة فإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما وجوب الإصلاح بين المؤمنين إذا اختلفوا وتقاتلوا السؤال السالس في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة أقرنوا لقاعدة مهمة أذكرها لاختلاف لا يذهب رابطة الأخوة بين المؤمنين السؤال السابع أكتب ثلاثة دروس من الدروس المستفادة من الآيات الكريمة وجوب التثبت من صحة الأخبار الحرص على الأخوة بين المسلمين وجوب الإصلاح بين المسلمين إذا اختلفوا وفي الختام أسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسلاة أبناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية